بعد تعيينه رئيسا جديدا لفريق المراقبة الدولية ينوي الجنرار الدلماركي مايكل أنكر لوليسغارد التوجه نحو الأردن كنقطة انطلاق إلى اليمن وأكدت مصادر دبلوماسية في تصريحات صحفية بأن مايكل أنكر سيصل عمان الأحد القادم رئيس المراقبين الجديد وفق السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون سيرافقه فريق يتكون من 20 مراقبا أمميا وتأخر وصوله يأتي بسبب مشكلة فنية متعلقة بصدور تاشيرات خاصة به وفريقه كان الأمين العام للمم المتحدة أنطونيو غويتريش قد عين الجنرار الدلماركي مايكل أنكر كبديل لرئيس بعثة المراقبين الدوليين باتريك كاميرت وتحمل السيرة الذاتية لأنكر بحسب وصف المم المتحدة 30 عاما من الخبرة العسكرية الدولية في مجال البعثات الأممية لتحقيق الاستقرار ورغم أن إعفاء الجنرال السابق باتريك من منصبه يأتي كما يؤكد مراقبون بسبب فشله في تنفيذ مهمة وقف إطلاق النار بالحديدة وعلى خلفية تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل ميليشيا الحوثي إلا أن الأمم المتحدة نفت على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوغريك تنحي باتريك عن منصبه مؤكدة على أن مهمته كانت محددة بعقد مؤقت مدته شهر من المتوقع أن يستكمل الجنرار الدلماركي مهمة سلفه الهولندي والمتمثلة في الإشراف على الخطة الأممية بشأن مراقبة إطلاق النار وتنفيذ خطة خروج قوات الحكومة وميليشيا الحوثي من المدينة ثم إعادة انتشار القوات المشتركة في مواني الحديدة المدينة التي فيما يبدو ستظل رهينة المراوحة بين حرب بلا أفق وسلام على الورق